اشتركوا في القناة حققتنا اليوم عن الماء البيضاء في العين او مرض اعتام عدسة العين او الكاتراج او الاستاد طبعا هو مرض يصيب الأطفال احيانا يصيب كبار بالعمار ويصيب اذا صار معنا اي حادث خلال حياتنا او اذا لدينا امراض تانية مثل السكر يمكن ان يؤثر على عيوننا او اذا تعرضنا كثيرا للشمس مدة طويلة للشمس يمكن ان يؤثر على العيون اذا لدينا وراسة بالعائلة يمكن ان يصيبنا هذا المرض او ادوية تؤثر على عيوننا ادوية الكورتزون او ادوية حبوب منع الحمل او اضيف على ذلك حبوب الفياغرا يمكن ان يصيب مثلا ضبابية بالرؤية يمكن ان نرى منيح بالليل يمكن ان نظارات مكبرة يمكن ان اضاءة قوية نرى حالات ساطعة حول الضوء نرى خيال أصفر امام العين احيانا نرى رؤية مزدوجة تسببنا الصداع تسببنا مثلا دوخة المي البيضاء تأثر على حياتنا اليومية وتأثر على نفسيتنا لا نستطيع ان نرى منيح طبعا هي علاجة اذا كانت الحالة شديدة جدا يعني الشخص لا يستطيع ان يقوم بأي عمل فهو عمل جراحي نسبة النجاح تبعه 95% والعملية سهلة تقريبا 20 دقيقة إلى 30 دقيقة ويخرج المريض بنفس اليوم ويتماثل بالشفاء خلال أسبوع لأسبوعين طبعا مع استعمال قطرات معينة المية البيضاء بالعين لانه العدسة بالعين تراكم البروتين داخلها تصير انه ما بتعود شفافة بصير فيه ضبابية بغباشة بتسكر علينا هذا هو سبب انه بصير اسمه الماء البيضاء والعملية هي تبديل العدسة الطبيعية بعدسة صناعية بالنسبة انه كيف نحافظ على عيننا اذا ما بدنا انه نصل لمرحلة انه نساوي عملية جراحية طبعا اول شي لازم نلبس نظارات شمسية مهم جدا لنحمي عيوننا من الشمس انه مهم جدا نتجنب اي اشعة اثنين كمان انه تخفيف الوزن الامتناع عن التدخين والامتناع عن الكحولية ناخد ادوية ضارة بعيوننا نشرب سوائل كثير هذا مهم جدا اثنين نعالج اي حالات صحية ثانية مثل السكر مثل ما قلنا نتجنب الادوية مثل الضارة الى اعراض جانبية مثل الكورتيزون وغيرها كمان لازم نحافظ على نظام غذائي متنوع وغني بفيتامينات معينة هذا نظام غذائي يتكون من الفواكه والخضروات المتنوعة والخضروات التي ذات الأوراق الخضراء مهم جدا اثنين نكتر من المواد الغذائية المضادات اكسدة لأنها تحارب الجزور الحرة تحافظنا على عدسات العين العينين اذا كانت تساوي عملية اذا لديك الماء البيضاء يجب ان تساوي عين لا تساوي اثنين الفيتامينات يجب ان نحافظ عليها فيتامين الف او ا هذا موجود في الجزر في السوداء او الحليب يمكن ان تأخذ مكملات فيتامين سي اللي هو فيتامين جيم موجود بالحمضيليات بالكريفروت موجود بالتوت و مهم جدا هذا فيتامين سي يحارب لنا فقر الدم لأنه يحسن امتصاص الحديد كمان عندك فيتامين اي او فيتامين يا او فيتامين هي هذا موجود بالمكسرات بالبزور موجود بالزيوت النباتية موجود بالاسماك وهو مهم كمان لنا كثير فيتامين اي للعيون كمان عندك الاميغا 3 موجود بالاسماك السالمون التوناء موجود بالبزور والمكسرات اللوز والزيوت النباتية كمان وممكن ان تأخذهم مكملات ماديتين مهمة جدا هي اللوتين والزياء زانسن هؤلاء نجدهم متوفرين لديك صفار البيض لديك خضروات مثل الأوراق الخضراء الداكنة مثلا ملفوف أخضار خس لديك السبانغ البروكلي هؤلاء يكون غنيين بهذه المواد وهؤلاء مفيدين جدا للنظر لكن أهم شيء مثل ما قلنا نأخذ فيتاميناتنا نلبس نظارات شمسية نشرب ماء منيح نمتنع عن التدخين نخفف وزنا نعالج أي أمراض صحية ثانية مثل السكري وغيرها ونتجنب أي تلوثات ملوثات مثلا إشعاعات وغيرها وغيرها ننتبه على عينتنا ودائما نعمل فخص عين دوري لنتأكد أن كل شيء سليم وشكرا لمتابعتكم ولا تنسوا اشتركوا في القناة والسلام عليكم شكرا